طيب سؤال ثاني عن صلاة السنة اللي ما بيصلي السنة هل يؤثم عليها لا يأثم بعض العلماء هي فرق بين السنة والواجب يعني بعض العلماء أوجب ركعتها الفجر سنة الفجر والوتر هذا وجوب فيها لكن كصلاة اي نعم أما السنن التي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لا تأثمين لو تركتها لكن بتخسرين أجر هل يجوز طيب بصلاة الظهر ركعتين قبل وركعتين بعد فقط اي نعم طيب في آية بالقرآن ما سلككم في سقر ما كنا من المصلين يعني هاي ما علي تشرح ليها شوي أول حاجة الذي يستدل على أن هذه الآية دلالة تكفير تارك الصلاة استدلاله خاطئ جدا لأن تعالي للآية ما سلككم في سقر قالوا أكملي لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين صح؟ وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم ايه بيوم الدين كفار أعرفت كافر فما يصلي كافر فما صلى فمن الخطأ جدا وأنا للأسف أعتبع كثير من مشايخ أنا استدل بهذا الاستدلال على تكفير تارك الصلاة يقول تارك الصلاة كافر لماذا لأن الله يقول ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين لا الله ختمه وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين علمتي؟ فلهذا هذه الآية تتكلم لا عن الكفار أكبر مصيبة أن تأخذ آية أنزلها الله في كافر وتحطينا على مسلم تمام أكبر مصيبة لازم نقرأ الآية كلها لازم تقرأ بتر الآيات هذا خطأ حين مصيبتنا أنا مرجعي مرجعي هو القرآن مصيبتنا بتر الآيات تمام هذه مصيبتنا ترجمة نانسي قنقر